أخبارنا النهاردة هتكون لمتابعة مؤتمر منتظر هيكون في العاصمة الإدارية الجديدة معني بتنمية القرى الإفريقية وللغرض ده وزارة الإساسمار والتعاون الدولي النهاردة أطلقت الموقع الرسمي لمؤتمر إفريقيا 2019 الموقع ده تحت اسم Investment for Africa واللي بتنظمه وزارة الإساسمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الخارجية ومع وزارة التجارة والصناعة المؤتمر ده هيكون في 22 و23 نوفمبر اللي جاي زي ما قلت لحضراتكم في العاصمة الإدارية الجديدة وتحت رعاية الرئيس عبد الفتح السيسي من المنتظر أنه هيحضر هذا المؤتمر عدد كبير من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية وبنتكلم كمان في حوالي 2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفاعة المستوى في مجال الأعمال بنتكلم على طبعا المصريين الأفرقى وجميع أنحاء العالم يمكن دائما بنقول أنه القارة الإفريقية هي كنز من السروات ومن الفرص الاستثمارية والعالم كله دلوقتي مهتموا وعينوا على القارة الإفريقية وشوفنا أكتر من مؤتمر سواء في الصين سواء في اليابان روسيا بنكلم على أوروبا لكن الأهم أننا بقينا معانيين نفسنا بأهمية هذه القارة الإفريقية والاستثمار فيها بنتكلم أنه من منطلق رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي وبقى فيه عندنا اتفاقية معنية بالتجارة الحرة القرية وأنه يكون في حوافز وأنه يعني نشيل الحواجز كمان ما بين الدول الإفريقية لتسهيل الاستثمار ويبقى خير القارة الإفريقية لشعوبها والدولها على كل الأحوال زي بقول حضرتكم الموضوع متاح عندنا في ممثلين من مختلف في أنحاء العالم كل المعني والمهتم بالاستثمار في القرية الإفريقية هو مدعو للمشاركة في هذا المؤتمر وبنقول لحضراتكم فيه موقع كمان أعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في هذا المؤتمر ويمكن الرابط كان قدام حضرتكم على الشاشة والموقع تضمن طبعا هو لسه يتم تتشينه والنهاردة تم افتتاحه ففيه كلمة مهمة لرئيس عبدالفتاح السيسي علشان نبقى فاهمين أهمية هذا المؤتمر المنشود منه المتوقع من خلاله إن شاء الله في كلمة الرئيس الكلمة الترحبية من الرئيس بالمشاركين في المؤتمر رحب فيها بضيوف مصر من رؤساء الدول والحكومات والمؤسات الدولية والإقليمية وكافة شركاء التنمية في مؤتمر إفريقيا 2019 تحت شعار السسمر في إفريقيا وقال الرئيس إن مؤتمر السنة دي بيعقد في العاصمة الإدارية الجديدة للبحث معا عن أفاق جديدة ترسم مستقبل أفضل لشعوب القرى الإفريقية وتحقق أولوياتها التنموية في إطار الأجندة الإفريقية الطموحة 2063 قال الرئيس كمان إن مصر عملت خلال رئاسية الاتحاد الإفريقي مع أشقاءها من الدول الإفريقية على إنها ترجم البرامج الإصلاحية لخطوات تنفيذية على الأرض تبدأ إنها تحولها لواقع ملموس وإن إفريقيا أنجزت في هذا الإطار خطوة تاريخية مهمة على طريق الاندماج الاقتصادي القري كان دا متمثل في دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القرية حيز التنفيذ وإن بالفعل بقى فيه أدوات أو أليات من خلال قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية بالنيجر في 7 يوليو 2019 واللي شهدت كمان إقرار خطوات استكمال تحرير التجارة والخدمات والانتهاء من قواعد المنفسة وفض المنازعات حماية الملكية الفكرية ركائز فتح وضبط الأسواق لتشجية كافة المستثمين أحدكم هي حزمة من الإجراءات والتسهيلات والأليات على شام هذه الاتفاقية يكون لها مردودة على الأرض اللي ما دخلش في الاتفاقية فيبقى دا حافز أكتر لي أن يكون موجود في هذا المشهد بنتكلم على الاستثمار في القرية الإفريقية ما بين الدول الإفريقية بعضها وبعض وتحقيق المنفعة والمصلحة المتبدلة وده يعني ليه شقين أنت بتكلم على انعكاس هذا الترابط وهذه المصالح على العلاقة على المستوى السياسي وكمان مردودها على التعاون الاقتصادي ما بين الدول لكن كمان دول العالم هي مهتمة بالاستثمار في القرية الإفريقية لكن بما يحقق أولوياتنا وأجندتنا أفكر حضراتكم في كلمة رئيس عفتاح السيسي أثناء قمة تيكاد اللي كانت طبعا في العاصمة اليابانية توكيو وتكلم على إحنا محتاجين إيه وكنا بنقول ساعتها أن ده لأول مرة بيتم لأن اللي جاي الساسمر في إفريقيا في أي دولة من دول العالم من كبريات الشركات بيجي وفقا لأولوياته واهتماماته لكن المسألة بقت مختلفة بقى عندنا الكتاب اللي بيقول إحنا محتاجين كذا وكذا وكذا لما رئيس يتكلم على الاستثمار في البنية التحتية في الطرق في الطاقة أن كل حاجة ليه علاقة أنك توقف القرى الإفريقية على رجليها والاستثمار يكون لمردود مباشر ومستمر على شعوب هذه القرى